تنفيذا لتوجيهات محافظي صلاح الدين أكد مدير بلدية قضاء الدور المهندس مأمون فيصل عبدالوهاب أنه تمت المباشرة بتنفيذ العديد من المشاريع أبرزها تبليط وتأهيل الشوارع داخل القضاء وذلك ضمن خطة صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة موضحا أن ملاكات البلدية مستمرة بأعمالها بهدف خدمة المواطن باشرة كوادر مدير بلدية الدور بأعمال تبليط حي المنصورة الجديدة بتوجيه مباشر من قبل سيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل وبدعم من قبل سيد رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ومتابعة وبجهود من قبل سيد قائم مقام قضاء الدور الشيخ مقصود الحج شهاب المشاريع تمت المباشرة بها منذ عام 2021 على خطة دعم الاستقرار وعلى خطة صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة وعلى تنمية الأقاليم بالنسبة لمشاريع خطة تنمية الأقاليم شملت مجموعة مشاريع شاء متنزهات إنشاء مجمعات حكومية وكذلك تبليط مناطق سكانية وشوارع رئيسية من ضمنها شاء متنزه الزهور شاء مجمع الدوائر إعادة تأهيل متنزه قرية أبو دلف إضافة إلى تبليط ثلاثة حياة سكانية من ضمنها الحي الذي نحن فيه حي المنصور جديد وحي الزهور وحي القدس بالنسبة لي وكذلك إنشاء قاعة مؤتمرات ونادي طفل أما بالنسبة لي خطة صندوق قاعة أعمار متضررة فتم المباشرة بمجموعة مشاريع من ضمنها إنشاء شارع الحولي سايد ثاني مع جزر وسطية وإنارة إضافة إلى مشاريع إنشاء مكتبة إنشاء دارة الكهرباء إنشاء مركز شرطة إنشاء دارة كهرباء الدور أما بالنسبة لي مشروع أو خطة تنمية القاليم فهي إنشاء شوارع وتبليط شوارع في حي المنصور